اشتركوا في القناة وتوفير كافة الفرص لإدماجهم في سوق العمل وتوفير الوبائف المناسبة لهم وأوضح سموه بأن جلالة الملك المفدى وجه لتأسيس مركز ناصر للتدريب والتأهيل المهني ليكون مصدر إشعاع لنشر العلم والمعرفة بين أبناء شعبه الوفي ولفتح أبواب فرص للطلاب ودمجهم في سوق العمل من خلال تخريج أفواج متميزة من المهندسين والفنيين مؤكدا سموه على العمل بكل جد وأخلاص لتحقيق هذه الرؤية السديدة لجلالة الملك المفدى حافظه الله وأشهد سموه بالدعم الكبير الذي يحظى به مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني من قبل الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مثمنا لأعضاء مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية وجميع منتسبي مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني جهودهم المخلصة في عمل وإدارة المركز وتقديم أفضل المخرجات التعليمية لطلابه جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع الأول لمجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني وبهذه المناسبة هنأ سموه أعضاء مجلس الأمناء على الثقة الملكية السامية بتعيينهم أعضاء لمجلس الأمناء كما وجه سموه إلى أهمية مواصلة العمل ضمن رؤى وتطلعات جلالة الملك واتخاذ الخطوات المهمة لتنفيذ توجيهات جلالته باستكمال مسيرة النجاحات التي حققها المركز منذ تأسيسه برؤى جديدة وطموحة لتحويل هذا الصرح العلمي الهام إلى مدينة علمية متطورة وتكون بوصلة لجميع المهتمين في مجال الصناعة والتكنولوجيا وتلبي وتوظف التقنيات الحديثة في القطاعات الانتاجية والخدمية والارتقاء بالأجيال القادمة لمستويات عالية في الابتكار ورفض سوق العمل بالمخرجات المدربة تدريبا علميا على أعلى الدرجات وفق أحدث ما توصل إليه التعليم الفني والمهني والمواهلة تأهيلا راقيا يجعل من الخريج قادرا على مواصلة تعليمه في منظومة التعليم العالي بسهولة ويسر أو الانخراط في سوق العمل بكفاءة وتميز من جنبه أشهد نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور مصطفى السيد بالرعاية المتواصلة والاهتمام الكبير الذي يليه جلالة الملك المفدى بأبناء شعبه الكريم من خلال فتح أبواب التعليم وفرص العمل في مختلف المجالات مثمنا قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لهذا الصرح العلمي المتميز الكبير وتوجيهات سموه من أجل رفع وخدمة مملكتنا الغالية والشباب البحريني الطموح يعني الحقيقة هذا المركز عزيز وغالي علي كون ارتباط أولا شرف نجالة الملك الله طول عمر أن يربط اسمي بهذا المركز ولكن هذه الفكرة وهذا المشروع يعني هو وليد فكر جلالة الملك الله طول عمر ولها أبعاد كثيرة للمجتمع وللبلد فهذه يعني كلها أمانة إن شاء الله أنها في رقابنا أن نحن نحقق رؤية جلالة الملك الله طول عمر وما في شك أن هذا المجلس بالأسماء الموجودة اللي انتخبناها ووافق عليها سيدي جلالة الملك الله طول عمر راح يقوم بالدور وأزيد إن شاء الله فأنا أبارك لكم أولا يعني أنتماءكم معانا في هذه المسيرة وأتمنى إن شاء الله أن هذا المجلس يكون مضرب مثل للمجالس الأخرى إن شاء الله ونقوم باللازم ونقوم بالدور اللي هو إن شاء الله نوصل للطموح المطلوب